إذن يعني التوقعات الأرصاد بالجو السيء كانت سليمة ولكن يمكن التوقع ما حدث كان أعلى شوية كمان من التوقعات يعني كان فيه توقعات بمثلا عواصف رملية أظن أنها قلبت عواصف ثلجية في الأسكندرية لكن كان فيه رياح برضو مثيرة للأتربة في عدد آخر من المحافظات النهاردة الجو فيه قاهرة والجيزة كان معقول جدا دنيا كانت برد شوية هوى ولكن دون أمطار الأمطار الغزيرة كانت مساء أمس لحد فجر اليوم ولكن محافظات الشمال كان نصبها الأكبر من الأمطار الغزيرة خاصة الأسكندرية اللي غطى أرضها كله البرد وماش عايز أقول ده ثلوج يعني لأن التلج بيبقى كميته يعني عميقة شوية وتقيلة شوية ولكن البرد اللي غطى شوارع الأسكندرية بكاملها ودرجات الحرارة منخفضة هيئة الأرصاد الجوية قالت أن درجات الحرارة في القاهرة ستصل الصغرى النهاردة لسبع درجات بينما تسجل في سانت كاترين في جبل سانت كاترين أقل درجة حرارة في جمهورية مصر العربية بـ 1 تحت الصفر وده شيء متوقع المناطق المرتفعة بيبقى طبعا درجة الحرارة بيبقى فيها أقل دي سانت كاترين وتبدو وكأنها إيه بيروت عفوا مش بيروت لبنان جبال لبنان أو سويسرا سانت كاترين بقى هو ده التلج بجد يعني اسكندرية برد لكن التلج بجد على جبال سانت كاترين مشهد رائع بصراحة مشهد جميل جدا في سانت كاترين الجميلة مصر الجميلة في جميع أحوالها كل محافظات الشمال شهدت أمطار رعضية وحبات برد وأيضا يعني فيه أمطار غزيرة على البحير أو كفر الشيخ وضميات زي ما قلت لكم أنت هنعرفين أن عشر محافظات علقت الدراسة النهاردة أربع مواني بحرية أيضا كانت أغلقت النهاردة اشتركوا في القناة